قلت بإحدى المقابلات اللي أجريتها سابقاً إنه الطلاق يمكن يكون حل مرات بتحسي عمت بتوصل إلى مرحلة وبتطلب الطلاق إن شاء الله لا بس إنه خيانة هيدا الشي الوحيد اللي ما بتساهم حيانا لا مش الوحيد شوفي غيره العنف وفيه يكون عنف لفظي مش داره يكون جسدي وأنا لأنه كمان أحكي قبل أنه أنا مرأت مرأتي بهالتجوبة رح نحكي عنها بس إنه هولي الشغلتين اللي ما بتسامحي فيهم وبتطلب الطلاق لا أكتر كمان أصد شو بعد فيه حتى إذا أنا مني حتى إذا نحنا شخصين مش متفقين يعني ما ضروري يكون فيه عنف ما ضروري يكون فيه خيانة بس معقول نكون شخصين منا متفقين مع بعض كل واحد عنده ما بعرف أو أو يعني تقدم بغير طريقة أو كل واحد عايش حياة سابرات أنا إلي بفضل كون لحالة من ما كون مع شخص عايشين two separate lives أو نكون unit أو كل واحد يروح على طريقته أنا دلسو عسي أنا ما بلاقي عيب بالطلاق أكيد إنه بقول كل واحد بيتجوز لازم يتجوز للفكرة إنه هن مع بعض على طول ويعملوا كتير effort بالrelationship أنا بجوزة كتير نشتغل على relationship تبعيتنا بس إذا بنوصل لفترة ما عم نتفق بقى مع بعض عم بيكون فيه جو بالبيت بيقزي لولاد أكتر من إنه فيه عالم بعرف بيخافوا من الطلاق لأنه بيخافوا إنه يقزوا لولاد أنا إلي يعني ما بعم بقول إنه صح أو غلط بس أنا بحس إنه الكابل يكون عايش بالبيت بجو منه جو موتر موتر أو ما يكون صق يكون مش شي نيحلى لولاد أنت حسيتي بالخوف إنه يمكن أولادي يوماً ما يكبروا يتزوجوا يروحوا عني ما بخاف من هيدا الشي لأنه بشوف أنا وأمي لاتساي أدي قراب أنا كلنا مجوزين وأنا عايش بغير بلد كمان إن شاء الله ما بحيئتي أمرو بهيدا الشي أو حيالة مرة يعني فكرتي فيه يوماً ما لا فكر أنا لا ما بحيئتي فكرت فيه عن حالي لا فكر إنه إنه معقول يكون فيه غير أمات مضطرين يعملوا هيدا السجن It's not easy يعني كمان لأنه أنا بقول كمان للمرة تكون أم منيحة لازم تكون مرة مبسوطة مبسوطة سعيدة بحياتها هيك تحس حالها أنا بعرف عن حالي إذا أنا عم بمرق بفترة صعبة فترة حاسة حالة تعبانة أو زعلانة من whatever it is ما في يكون أم منيحة أم قاعدة مع أولادة عم بلعب معهم عم بجوحلهم It doesn't work يعني كارين أينت أول مرة سألوك أولادك سؤال ما عرفت تجاوب عليه كتير بيسألوني أسئلة ما بعرفت تجاوب عليهم أصعب سؤال حسيت أنه أنا مني قادرة عن جاد عاجزة أن يجاوب على هالسؤال أصعب بيقولولي لأن أنا بحكيهم هيك عن الله قدي الله منيح وقديش الله بيضال معنا وبنفس الوقت بحكيهم أنه في عالم ما مع تاكل وبدأ نساعدهم بيسألوني أنه ليه إذا الله قادر يعمل شي ما بيساعد الفقرة ما بتجاوبه إنه بتجاوب بس إنه لأنه بعرف كمان إنه فيه circumstances فيه قصص ما بعرف كيف بدي أقلهم إنه لأنه بعرف إنه فيه كمانا سوق حظ يعني فيه الحظ الحياة مرات هك ديما بيقلوا أنا إنه نطلع على قديش نحنا محظوزين قدي نحنا لازم نقول الحمد الله قدي نحنا نحنا نحن نحن نشعر لأنه مشكلة العالم عايشة مثلنا سو هيك بجاوب أكتر من إنه ببسر